مع الأسف يعني المهنين هذا الحلاقين اللي كيشتغلوه المصفيفين الشار اللي كيشتغلوه في هذا الميدان فالأغلبية دي لهم مواعينش بهذا الأمر هذا كيعتقدوا بأنه هدوك المواد فهي مواد عادية ما عندهاش مشاكل ما كتسببش مشاكل في الصحة وبعض الأحيان ممكن تطرح عليه سؤال أو تحاول ما أمكن تشوفهش عنده هدو المعلومة كيجوب بك بواحد طريقة اللي هو كيقول لك أنا سنين وانا خدام ما عمري وقع لي شي مشكل هذا خطأ فهذه المواد هذه وخصوصا سادة ساعدة وخصوصا مؤخرا كنشوفه هذه المواد كترت يعني بشكل كبير وكتر عليها الطلاب ومتنوعة وبعض المرات ما كان ضبطوش لمصدر دي لها بشكل كافي وبالتالي يعني كيان هناك مجموعة دي المواد اللي كتسبب الحساسيات كتسبب مشاكل في الجلد كتسبب مشاكل دي الحساسيات في الأنف كيمكن تسبب مشاكل في جهاز تنفسي كيمكن بعض المواد اللي ممكن توصل حتى للضيقة أو الربو المهاني إذا كانت هناك مواد مصارتين وكيشتغل بها ومرد لاش البل بشكل يومي تعرض لها بشكل يومي مدة أسابيع شهور أو سنوات فأكيد أنه إذا كانت معروفة أنها مدى مصارتين فقد تسبب له سرطان فهذا يعني كان حوله ما أمكن نوصله واحد الرسالة لهذه الحل يردوا البل لا يجاز يكون بخير لاشيكون يكشريوا هاد المواد يردوا البل ويشريوا مواد اللي ما فيهاش هاد المخاطر وهو تكون سالمة وتكون يعني كتستجب المعايير وتكون مضمونة باش يحميوا صحتهم ومحميوا السلامة ديهم نعم